تلقيت ببالغ الحزن والأسى وفاة صديقي وزميلي العزيز الأستاذ علي مفوس أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والخبير في القانون الاجتماعي وفي تدبير الموارد البشرية وهو أستاذ تقريباً ولجناء الكلية وتما توظيفنا تقريباً في نفس السنة بكلية الحقوق بدار البيضاء بعين الشق وكان من خيرة الأستاذة في المواد التي كان يدرسها بطبيعة الحال ثم أنه كان أستاذاً منفتحاً منفتحاً على كل التيارات والمذاهب الفقهية في مادة القانون الدولي والعلاقات الدولية وكان منفتحاً على طلبته يساعدهم سواء على مستوى الإجازة أو على مستوى نظام الدراسات العليا السابق ونظام الدراسات العليا الحالي أي الماجستير والدكتورة وأضطر مجموعة من الأطروحات وكان تقريباً يقتقي باستمرار وخلال جائحة الكوفيد كنت بمعية صديقة أستاذ نعيم مقنوني وأستاذ آخرين كنا في المجموعة التي قامت بالانتقاء الأولي وإجراء المقابلات مع الطلباء والطالبات المرشحين للدكتورة وكنا خلال هذه الجائحة نقوم بها عن بعد عن طريق منصة الرقمية زوم وكنا في مرات عديدة ننظم لقاءات بعد الجائحة حضورياً بالدار الوضع لتأطير طلبات الدكتورة وكم كان أستاذ علي رحمه الله فقيدنا العزيز يعني كان صارماً في توجيهته ولكنه كان دائماً بشوشاً وكان يساعد طلباء وكان محباً للحياة بحيث أنه مقبل رحله بتقريباً حوالي شهر ونصف كنا قد التقينا مع زملاء والزميلات بالدار الوضع بدعوة من صديق عزيز وتناولنا الغذاء جميعاً في مطعم قريب منه فالفقيد في الواقع خسارة ليس فقط للجامعة ولكن أيضاً للهيئات الحكومية وغير الحكومية والدولية التي كانت تستأنس بخبرته في مجال القانون الاجتماعي أي قانون الشغل وأيضاً في تدبير الموارد البشرية وكان متعديد التخصصات بحيث أنه كان يدرس حتى في مصر للموارد البشرية في شعبة العلوم الاقتصادية وهو ينتمي لشعبة القانون العام والعلوم السياسية لا يمكن أن نوفي حقه ولكن مرة أخرى أطلب من الأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته الواسعة وبغفرانه ورضوانه وأن يلهم أسرته وذويه ويلهمنا نحن جميعاً صديقاته وأصدقائه وزملائه الصبراء والسلوان إن لله وإن إليه راجعاً